دانتست قد تسمعون من ينطقها دانست دون نطق حرف T والسبب هو أن في النطق الأمريكي عادة ما يتم عدم نطق حرف T حين تكون بعد حرف N مثلا كلمة center يمكن نطقها center أو كلمة internet يمكن نطقها internet وكما تلاحظون العام المشترك بينهما هو وجود حرف T بعد حرف N نفس الشيء هنا في كلمة dentist ليس من الضروري نطقها dentist فقط لكي تعرف أن هذا النطق ممكن كذلك dentist طبيب أسنان أو طبيبة أسنان The dentist extracted the wisdom tooth The dentist The dentist Extracted Extracted هذا الماضي البسيط أي past simple لفعل extract وهذا الفعل قد يعني يستخرج أو يخلع بمعنى ينتزع الشيء من مكانه A wisdom 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 حرف S ننطقه هنا the wisdom tooth ننطقه TH كحرف TH tooth بمعنى sin وهذه الكلمة تصبح teeth بالجمع أي أسنان wisdom tooth بمعنى درس العقل The dentist extracted the wisdom tooth خلع طبيب الأسنان درس العقل dentist ولتعلم المزيد في اللغة الإنجليزية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس شكرا و للقاء